اشتركوا في القناة المشاكل اللي ممكن تنتج من جراء الدمار الحاصل بمناطق عديدة ان كان بالجنوب ان كان بضاحية بيروت الجنوبية او كان بالبقاع كيف اليوم كيف فينا نوصف هذا الوضع اولا اكيد بصبحك وصبح المحطة بتشكركم على الاستضافة وفعلا عم بتدوع نقطة مهمة خاصة بوقتنا الحالي اكيد ده الوقت العصيب اللي عم نمرق فيه ان شاء الله يا رب انه نخلص منه بأسرع ما يمكن مشان نرجع لطبيعتنا مهم بموضوع المساحة موضوع مناطق المتضررة ومناطق اللي مهدومة بدي شوي ارجع شوي لورا مشان نفهم عشو عم نحكي او ليه في مناطق صعب اعادة حدود فيها وفي مناطق منها صعب اعادة الحدود فيها اساساً عيام حكم المتصرفية في لبنان عم نحكي الفترة الممتد بين الف وتنانية وستين لالالف تسعمية وعشرين نعم حكم ايام بتاع الحكم العسماني كان يعملوا نعم تسجيل عكارات والاراضي بشي اسمه دفتر خانة او دفتر شمسي دفتر خانة شو دفتر شمسي شو ورقة بسيطة بيسجل فيها هالأرض مين صاحبه مين بملكه شو في حقوق عليها ارتفاكيه او حقوق انتفاعيه على العكار الدفتر شمسي فات تفصيل اكتر سيرقول مبدئياً بتحد هالعكار من السجرة فلانية لوكر الحية لهالكذا عدد نوعاً ما بس ما كان فيه نقاط احدثيات او مسيحة او شي توبوغرافية مشان نقدير بما كان ما نعرف ادي مسيحة العكار او وين حدوده مزبوط بالصحيح لانو قديما انت عافيت ينطلقهم هالنقط هيدو اللي يجلى اله ويجلى اله ويجلى اله ويجلى ويجلى ويمكن نتبطل موجودة هالنقط فيما بعد يعني هذا اللي ممكن يصير هيده هون هيده هون اصل المشكل بالحية وهتأجو الفرنسيين بانتداء فرنسي سنت الف تسعمية وستة وعشرين صدر تلت قرارات قرار مية وستة وثمينين قرار مية وثمين وثمين وقرار مية وتسعة وثمين هيده من السنة الستة وعشرين بعد الهلأ نعتمدينهم هم هم لهلأ أكيد صار فيها اليوم شوية تعديلات بسي الأساس شمانت هالكرارات هيده دولة فرنسية دولة منتظمة والمساحة العكارية لكي نحفظ حقوق العالم وحقوق الدولة أساسا ننظمة واحد اسمه نابوليون بونابار سنة 1804 أصدر أنه المساحة يليزم يتكايل عكارات ويتحددوا مساحاتهن لكي نعرف أن نأخذ منهم ضريبة للأعمال الحربية يعني حفظاً للحقوق، للميلكين أو للدولة ميلكين أو للدولة نعم وهذا نعمل المساحة ومنعاً للمشاكل القائمة بين العالم وبين بعضهم تحدد كل شيء، تتوسك، نعمل فيهم خراية نهائية وبينها مثل هذه الأيام بحال تدمر منطقة بكاملة بكاملة ممكن نرجع نرد الحدود محل مكانية لكي نرد حدود كل المواطن أو حقوق الدولة لذلك لماذا نرجع للقرارات 186, 188, 189؟ لأنه هي حطت شروط ومبادئ وكوانين الملكية العكارية يلي عملوا شيء اسمه أمانة السجل العكاري يعملوا شيء اسمه أمانة المساحة يعملوا شيء هي الخرايط النهائية انطلقنا من ال86 خلقنا شيء اسمه دائرة مساحة والدائرة السجل العكاري رجيس فانسيير السيرفيس دي كداست وانطلقنا من المنطلق أصمنا الشغل أصمنا لبنان 1452 لمناطق أكيد كل لبنان شملته المساحة؟ نبدأ بكل لبنان هذا البنان الكبير نتحدث عنه اللي صار صدر 2020 اللي نضم لقلنا المناطق أو جبل لبنان القديم نضم لقلنا المناطق الأطرافية اللي بقاعة الشمال والجنوب هون فيه شيء اللي بدي بدي أولى بالحقيقة هالمناطق الجديدة نضمت أعطوها النوع الشرعي لقلها اسمه أميرة شو يعني؟ هلا بشرح لك هاي مهمة كتير أما المناطق جبل لبنان القديم عايام التصرفية أعطوها النوع الشرعي ملك هلا لليوم إذا بجيب إفادة كورية أو عصق الملكية عندي إذا أرضك موجودة بجبل لبنان القديم عم بحكي جبل لبنان القديم يعني بتمتد من بشرة من جرول بشرة لجزين تنزل لزحلة والسواحل هاي دي اسمه جبل منطق جبل لبنان القديم كل الأراضي ملك فيها هاي دي ميزة عطوها حكم عصماني للمسيحيين مهم كل صراحة باليكية للمسيحيين لعدة اعتبارات نعم يعني بعدها لغية اليوم؟ بعدها لغية اليوم هاي دي اسمه ملك بتضم هالأملك أراضي المكون المسيحي بشكل عام بشكل كبير أكيد في عنا المكوم الدرزي كمان وفي المكوم السني كمان بعدها وقت نضموا المناطق أطراف يعني بنحكي البقاع لجنوب وشمال هاي دي بقية أميرة تابعة الأميرة تابعة السلطنة بنعطي حق تصرف للأشخاص مش ملكة مش ملكة أميرة إلا أن ما مرور الوقت أنت عندك أرض أميرة بسجلة أميرة وعمرت بيت بقون بيكتسموا القسم البيت عمرتي بيعتبروا ملك بيخلوا البق أميرة من هذا المنطلق المشكل اللي صار بعدة مراحل مع وزراء ونواب جربوا بمكان ما ياخدوا الأراضي المشاعات اللي موجودة مناطق جبل لبنان وصار في عليها اعتراض وأنا من الأشخاص يعني اليوم إذا بنحكي مشاع هيدا المشاع ملك مين هون هذا السؤال المهم عندك المشاع نوعان مشاع عندك مشاع أميرة بالمناطق أميرية ومشاع ملك بالمناطق جبل لبنان يعني مثلا إذا بدي أحكي أنا منطط بصوص على سبيل المثل نعم بطيعة صغيرة موجودة بجبل لبنان في عندك عيكار كبير أنا بتطلع عليه مكتوب في العيكار مشاع مشو مكتوب هالعيقار ملك لجميع أهالي بصوص خلص ما أحد نقلو حق ياخدوا ما أحد نقلو حق يحتقيدوا عليه إلا ما يدفع مصاري حقه من الملطلع أحد وزراء المالية من دو ما أسمي من هو جرب حط إيده على مشاع العاكورة على أساس أنه هذه بدي أخدها للدولة هذه مشاع نعم إنه لا هذه مشاع ملك أهل العاكورة جميع أهل العاكورة أهل العاكورة يعني في حال أي مشروع بده يسير بدهن 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 يعني رأيهم بالإجماع أو كيف لكين قبولهم أو رفضهم أو رفضهم صح وما فيهم الدولة ما فيها تحط إيده عليه إلا بحالة واحدة الدستور حددها هي للمنفع العامة نعم المنفع عامة شو؟ هي بديك مرأي طريق بيكتبني مستشفى أو بكتعملي سد أو شاء المنفع العامة مش المنفع عامة بتاخد الأرض وبتأجريها وانت يارس برسون مشين قصب تجاري لا هي مش المنفع عامة هاي المنفع عامة بس يعني هون مين بيفض هاي المشاكل؟ مين بيقدر يكون القضاء وهل القضاء فعلا عم يلعب دوره وبكل هذه المشاعات وعم تنحفز كل الحقوق لأرجع عشالي مهم كتير نحنا عنا شي بالستة وعشرين صحيحة يعملوا الكرارات بالستة وعشرين شو يخلق باللبنان الدستور اللبناني نوجد سنة ألف سنة وعشرين تعدل إمتين باتفاق الطائف ألف تسعمية تسعين تعدل بس بعد تعديله حتى بعد تعديله بالمادي خمسة عشر بأول أول 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 شابية تقلوا الدستور بمادي خمسة عشر بيقولوا فيها أنه الملكية العكارية هاي دي محمي من الدستور ممنوع حداً تضع إيده عليها أو يستملكها أو يأكيده النص ما عم بحكي بس عم بحكي المعنى تبعه أو حتى الدولة ما على حق تضع إيدها على الملكية العكارية إلا لمنفع عامي نحنا محميين من الدستور هاي عم بحكي كلمة دي خمسة عشر قبل كل الموادي اللي يجد بالدستور وراها نعم مهم للمنطلق المشاعات اللي موجودة بيه جبل لبنان مشاعات ملك ما حداً يقول له حق حط إيده عليها إلا اللي منفع العامي منفع عامي طريقة أو أتستراد أو أي شيء فقط لغير فقط لغير هاي دي المشاعات هاي المشاعات منحكي عن الوضع اليوم بالأضرار الحاصلة المناطق المتضررة قبل ما الوقت عم بيدهمنا نخطط نحنا وإيك الوقت صار يعني عنا حوالي ثلاث أربع دقائق بس إجوا الفرنسيين بلشوا بالأعمال التحديد والتحرير والخرايط أو كيف تحديد حددوا العكارات بيطلع الإنسان على الأرض في قادة عكارة يعين لإفتع عمال التحديد والتحرير هو بيكلف بيكلف توبوغراف محرر بيجوا بيدوا العالم بالمنطقة معينة بيقولوا هاي دي عكارك حدودك من هون الهون 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 بيعون فيها محضر تحرير من ثم بتيجي فرقة هندسية توبوغرافية بتكايل عكار صفى مسبت العكار لو بعد ألف سنة برجع بردول حدوده بس ما عملو كل البنان ما قدروا عملو كل البنان خمسين مية نص الباقي الدولي جربت كزا مرة تعمل أقصام منه ما قدر تعمل كل بقيوا مناطق بعد لا فيهم لا خرايط ولا تحديد ولا تحرير ومن ضمنهم في مناطق بالمناطق يلي متضررة بجنوب أعطيك على سبيل المثال في ضيعة اسمها عيتارون أو حولة هاي دي ما فيها شخرايط نهيئيا ما فيها مساحة ما فيها مساحة هاي دي مدمرى كمبليتلي بوكرا جرفوه كيف بيرجعوا الأهل كيف بيرجعوا الحابة لهالأرض كيف بقص هالأرض يمكن هنتكرا بعض العالم مكاتب خاصة كيلو عكار مون أو عكار مونيك بس هاي دي ما بتعني إنه هاي دي المنطر وشان رداني لحدودها كلها سوا بدي تصير عن جديد إعادة نعط قادة قادة عكارة بدي نفتح أعمال تحديد تحرير ولحقى هونيك مشاكل هونيك ورية هاي الأرض لأله هاي أمر المشالية يعني الله يساعد العالم هونيك أما بالضحية الجنوبية بترجع حدود مظبوطة ما في مشكلة بالبقاء كذلك أما بترجع حدود موجودة المشكلة عندنا إياها بس موجودة في الجنوب بالجنوب بقصم الجنوب مشكلة بصوك يعني يعني اليوم بدنا نشكر على ها التوضيح وعلى هادا الشرح المفصل عن وضع المساحة بلبنان وإن شاء الله كل صاحب حق بيرجع له حق وكل هالأراضي بترجع من جديد بتعمر وبيبقى بيبقى وطننا منصان من كل خطر أنا بدي أشكرك السيد سوني منصور النقير السابق للتوبوكرافيين المجهزين بلبنان شكراً لأعطيك ألف عفوث بكل بتعمل أخيرا فضل نحنا بالبلد يلي اسمه لبنان يلي احنا بنأمن فيه اللي حضرنا نأمن فيه البلد هيدا نحنا نعتبر في شارتين مهمين هو الانتماء وهو المواطني لهذا البلد مش يمشي البلد هيدا من الناحية عنا قيد شارة مهمة كتير الأولا الدستور القضاء ونحن بنجي معلش التوبوكرافيين المسيحيين نحن بنجي أدات تنفيذية للقضاء مش نحافظ على قصة من الدستور مرسي كتير الله يقويكن ويقدركن الحفاظ على ما نحن مؤتمنين عليها اليوم من هذه الأرض شكراً